اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبحكي امتى الفترات الجيدة امتى الفترات السلبية ايش اكثر اشي جيد ايش اكثر اشي سلبي طول الشهر والتواريخ اللي انا بحذرك منها طبعا الغالب عليكوا يا موليد برج الجوزاء هذا الشهر رح يكون هو النشاط الاجتماعي هذا الشهر بعطي بوادر لانفراجات بوادر لتسوية بيكون الشكل الملفت هو النشاط الاجتماعي وبناء الصداقات الجديدة ورح تلمس تقدم حسب مجال عملك ورح يكون في فرص وحضوظ حسب جهودك اللي رح تبدلها ممكن تشكو من عدم فهم الآخرين إلك أو لبعض مطالبك أو التعب نتيجة امتحان أو تجربة صعبة حاول إنك تستغل للفترة هاي لتحسين سمعتك وطرد الشكوك حاول إنجاز الملفات والعقود والأعمال يابل تاريخ 19 شهر طبعا الشهر هاد بيحمل لك أو بيحمل لكثير من موليد برج الجوزاء فرص عاطفية في منهم رح يدخل بعلاقات عاطفية في منكم رح يخطب في منهم ممكن يرتبط ويتزوج في خلال هذا الشهر في فرص مالية برضو عالي جدا خلال هذا الشهر في اهتمامات رح تكون عالية برضو وغالبة على معظم موليد برج الجوزاء كلها بالناحية الفنية والناحية الجمالية فعشان هيك كثير منكو ممكن يهتم بعمليات التجميل النساء تحديدا ولكن الحضر اللي بحضركم إنه بدكو تديروا بالكو في السفر خصوصا في السفر اللي بعيد تأكدوا من المكان اللي أنتم مسافرين عليه ما تدخلوا على أماكن محتدة ما تدخلوا على بلاد أنتو بس مجرد إنه بدكو تسافروا دخلتوها وبدكو تبدو حياتكو فيها بدون ما تفهموا هاي البلاد إيشي وإنت مسافر بدك تتفقد أغراضك جواز سفرك فترة سفرك كل الأمور اللي بتتعلق بالسفر اللي بعيد تحديدا بدك تكون حذر فيها وبدكو تتجنبوا القضايا القضائية بهذا الشهر يعني اللي عندهم مشاكل سابقة وممكن توصل لمرحلة قضية قضائية بدو ينتبه من هذه المسألة طبعا مش كل الجوزاء بدوصر عنده قضايا قضائية لا هم من الأشخاص اللي عندهم مشاكل وممكن مشاكل قديمة أو مشاكل تصير معهم خلال هذا الشهر وتكبر الأمور وتوصل ويوصل هو للقضاء بعد تسعتاش الشهر بتصير الأمور صعبة كثير عشان اي قلتلك حاول تنجز كل الأمور وتجهز حالك أنت لا قبل تسعتاش الشهر لأنه يوم تسعتاش الشهر الشمس بتنتقل للثور ومعنى انتقالها للثور يعني بيت متعبك في هاي الفترة رح يكون الوضع صعب وخاصة أنه طيلة الشهر هذا بيت متعب رح تتعطل كثير من المسائل ما رح يكون عندك طاقة لإنجاز كثير من الأعمال اللي رح توكل إلك بدك تنتبه لوضعك الصحي والمالي والمعنوي أما بالنسبة للخارطة الفلكية وإيش البيوت الـ 12 بتحكي لك إيش بتدعم من الكلام اللي إحنا حكينا وإيش بتنفي من الكلام اللي إحنا حكينا خلينا نشوف بالنسبة للبيت الأول أنا شايف أنه أغلب الشهر أو الغالب على هذا الشهر أنه نفسيتك رح تكون أحسن تتحسن نفسيتك معنويا وبرضو شكليا شكلك بكون أحسن وغير فعشان هيك كثير في طاقة إيجابية موجودة عندك وكثير منك ورح يفكر في عمليات التجميل أو التحسينات أو التزبيطات أو الهندام أو اللباس أي شيء ملفت للنظر ممكن أنه تعملوه خلال هذا الشهر أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور برضو جيدة على مستوى المال فبعطيك فرص مالية قوية جدا خلال هذا الشهر بتجيك من عمل إضافي بتجيك هبة بتجيك مساعدة بتجيك قرض يعني فيه أمور داعمة لإلك ماليا بتقدر تحقق كثير من الإنجازات المالية خلال هذا الشهر حاول أنك تستغلها وحاول أنك أنت تفوتر أمورك بشكل جيد وحاول أنك تقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف أنه الشهر هذا برضو عندك طاقة قوية بتدعمك على مستوى التواصل والإقناع تقدر تسوق لسلعة معينة أو لمشروع معين تقدر تتنقل كثير بين المدن في عندك كثير من التحركات هذا الشهر كلها رح تكون بشكل إيجابي ودعملة إلك حاول تستغلها على أساس أنه أنت تستفيد منها وخصوصا أنه يعني عندك قدرة عالية للإقناع تقدر تقنع أي شخص بوجهة نظرك خلال هذا الشهر أما بالنسبة لبيتك الرابع فأنا شايفه متقلب يوم إيجابي ويوم سلبي يوم أنت مهتم في البيت يوم أنت مش مهتم في البيت طيلة الشهر رح يكون هذا التناقض موجود وهذا التقلب موجود وبيت البيت يعني بيحكي عن كل إشي يقع تحت سقف بيتك البيت نفسه عثاث البيت العطال الاهتمام بأفراد العائلة الإخوة الجيران يعني كل هاي الأمور في بيت البيت فعشان هيك هاد رح يكون فيه نوع من أنواع التقلب هذا الشهر يوم منيح ويوم مش منيح بالنسبة للبيت الخامس عاطفيا بيدعمك بشكل قوي جدا وعشان هيك أنا ولد في بداية التوقعات أنه فيه فرص كثيرة للارتباط خلال هذا الشهر لما وليد الجوزاء وفيه فرص كثيرة لعلاقات عاطفية أو بداية علاقة عاطفية أو تطور علاقة عاطفية فيه كثير من المرح والنزة والخروجات راح تكون خلال هذا الشهر حاولوا إنك تستغلوا بشكل إيجابي واتطوروا علاقة درسوها بشكل صحيح لأجل تطويرها فيه حضوض قوية برضو بتدعمكو خلال هذا الشهر بتخفف عليكو كثير من الضغوط أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف على مستوى البيت السادس الأمور ممتازة برضو على مستوى العمل وإنجاز الأعمال وحتى على مستوى الصحة يعني بتقدروا تنجزوا كثير من الأعمال خلال هذا الشهر ممكن أنتوا تتواصلوا مع شركات جديدة ممكن يجيك عمل في شركة جديدة ما كنت تتوقع أنك تشتغل فيها ممكن تلفت انتباه شركة معينة هي تطلبك بالاسم عشان تشتغل عندها فعشان هيك الغالب على هذا الشهر صمة الأعمال ورح تنهيها بجدارة وبقوة وبثقة كمان أما بالنسبة لبيتك السابع فمستوى بيت الشراك المالي والعاطفي أنا شايف أنه بداية الشهر بيكون ضعيف طريقة التواصل بينك وبين الشركاء على المستوى المالي على مستوى العاطفي يعني مع الزوجات أو الأزواج ممكن بداية الشهر خصوصا أول 12 يوم تكون متقلبة بشكل عنيف يعني ممكن سمة الآثار السلبية تكون واضحة بالمشاكل والحدية بالطبع أو التقلب بين علاقتك وكأزواج ولكن بعد 12 الشهر الأمور بتصير مستقرة بإيجابية أكثر بتهدى العلاقات وبتصير واضحة أكثر وبصير لك اهتمام في البيت أكثر أما عن مستوى البيت الثامن فبلاقي أنا الفرص كلها بتصير يعني برضو كقوة موجودة عندك بعد 13 الشهر فرص الأموال اللي بتجيك اللي ما بتعود لك يعني مش ملكك تعويضات أو عن شراكي يعني زوجي مثلا تأخذ من زوجها أموال أو زوج بأخذ من زوجته أموال أو ممكن يصير عن طريق قرض بنكي أو استردادات مالية بتعود لك مثل ضريبة مثل تأمين صحي مثل ميراث مثلا كلها بتشتغل على هذا التوقعات بتتوقع أنت من أي باب على حسب مكانتك الاجتماعية وعلى حسب حياتك أنت بتعرف من وين ممكن تحصل فلوس ولكن برضو بدك تدير بالك من المصاريف لزيادة أما بالنسبة لبيتك التاسع فأنا شايف أن الأمور برضو جيدة بتدعمك في السفر البعيد وبتدعمك في الأمور اللي إلها علاقة بالمحاضرات أو بالامتحانات الجامعية أو الندوات أو الدراسات أو الأمور هاي كلها فيها برضو إيجابية قوية رح تكون برضو من يوم 12 الشهر ولكن أنه مش قوية لدرجة أنك أنت رح تعمل معجزات ولكنها بتدعمك بالحضوظ تعمل لك أشياء إيجابية إذا استغلتها معنى تكون الأيام إيجابية بالنسبة لك وصلنا إلى بيتك العاشر بيتك العاشر يعني هذا بيت السمعة عشان هيكي بنقول لك أنه في بعض هيكي المشاكل العابرة بتمر عليك خلال هذا الشهر اللي ممكن تشوه سمعتك أو ممكن تطعنك بسمعتك أو أشخاص يحاولوا يشوهوا سمعتك ممكن تحتد في كثير من المواقف أنت وخصوصا في بداية الشهر يعني في أيام رح يكون موجود هذا الإشي وآخر تقريبا أسبوع من الشهر ولكن بدك تنتبه أنه حاول أنك أنت ما تبادر بأي شيء برضو يشوه سمعتك يعني حاول أنك تحافظ على سمعتك لا تخالف القوانين لا تدخل بأشياء مشبوهة لا تجالس أشخاص مشبوهين حاول أنك تكون متزن في منكم ممكن يدخل بمشاكل على مستوى عمله مع رؤساءه بالعمل أو زملاءه بالعمل وفي منكم ممكن يتغيب عن عمله وفي منكم ممكن ييجي في مخه خلص أني أنا بدي أترك عملي أو يستفز من موقف معين فيصل لمرحل أنه بدي يترك عمله حاولوا تمسكوا عصابك أما بالنسبة للبيت 11 بيت العلاقات العامة وبيت الأصدقاء فنفس الإشي بيضغطك في كثير من الأيام وخصوصا بداية الشهر ونهاية الشهر فعشان هيك ممكن تفقد صديق ممكن تكتشف صديق أنه كان يخونك أو خيانة أحد الأشخاص تكتشف خيانة معينة فأنت تحتد وتكبر المشكلة أو تصير قطيعة من وراء هذا الموضوع فعشان هيك بدك تمسك أعصابك حاول أنك تحل الأمور بطريقة عقلانية جدا وأغلب الشهر هذا رح يكون فيه هو علاقات اجتماعية كثيرة فحاول أنه أنت ما تخسر حد لأنه ممكن تحتاج أي حد بالفترة القادمة وخصوصا لما توصل الشمس لبيت متعبك أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف أنه مش هل إشي القوي اللي رح يكون الضغط عليك وخصوصا في بداية الشهر يعني بداية الشهر ممكن أول ثلاث أيام نهاية الشهر يمكن آخر أسبوع يصير فيه ضغط ولكن معظم الأيام الضغط خفيف عشان هيك عندك قدرة على إنجاز كثير من الأعمال عندك قدرة على أنك تراقب وضعك الصحي عندك قدرة على إنجاز كثير من المهام رح تهتم في كثير من الأشخاص زيارات لمستشفيات ممكن لسجون بعضكم يزور أشخاص في السجون فيه عندكم نشاط كبير رح يكون خلال هذا الشهر وحركة كثيرة فعشان هيك ممكن تنجزوا كثير من الأعمال خلال هذا الشهر بما أنه مش هالضغط الكبير اللي رح يكون على بيت المتاعب هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الشهر والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء